حالة طوارئ غذائية أعلن عنها رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد دريس ديبي ولعل بلده المصنفة ثالثة أقل دولة من حيث النمو في العالم لم يسلم هو الآخر من تداعية الحرب في أوكرانيا تأثير الحرب على تشاد مرده ارتباط جمينة على غرار دول القارة السمراء وباقي القارات بقمح روسيا وأوكرانيا الذين يشكلان معا 30% من صادرة القمح العالمية حرب أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميا الأمم المتحدة هي الأخرى لم تخفي مخاوفها مما وصفت إعصار مجاعة في بلدان إفريقية تستورد أكثر من نصف قمحها من روسيا وأوكرانيا انعدام الأمن الغذائي يمس حسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 2.1 مليون شخص على الأقل في تشاد لوحدها كما من المتوقع حسب دوجاريك أن يعاني حوالي 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خاصة في العاصمة جامينة أين زادت حالة سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 121% في الأشهر ثلاثة الماضية وفقا لتقديرات اليونسف والحكومة تدهور اقتصادي في تشاد أوعزه خبراء لمزيج من الصدمات المطولة التي تتمثل في جائحة كوفيد-19 وتقلبة أسعار النفط وتغير المناخ وتداعيته على الأمن الغذائي بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية وانعدام الاستقرار السياسي وكذا التأخور في الحصول على الدعم اللازم من المانحين الوضع المخيف في تشاد دفع رئيس المجلس العسكري إلى إطلاق نداء استغاثة لكل الفاعلين الوطنيين وشركاء الدوليين لمساعدة تشاد هذا ويعرف النداء الخاص تمويلا ضعيفا لتشاد قدر بنسبة 15% فقط بينما خصص صندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة 8 ملايين دولار أمريكي الشهر الماضي للاستجابة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر